موسيقى موسيقى من أين أبدأ والحديث غرام من أين أبدأ والحديث غرام فالشعر يقصر والكلام كلام من أين أبدأ والحديث غرام فالشعر يقصر والكلام كلام من أين أبدأ في مدح محمدين لا الشعر ينصفه ولا الأقلام من أين أبدأ في مدح محمدين لا الشعر ينصفه ولا الأقلام هو سيد الخلائق دون منافسين هو ملهم هو قائد مقدام وأجمل منك لم ترقط عيني وأسمح منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب كإنما خلقت كما تشاء عن علي رضي الله عنه وأرضاه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم البخيل من ذكرت عنده فلم يصلي عليه اللهم صلي وسلم وزد وبارك وأنعم على حبيبنا ونبينا وشفيعنا محمداً عليه أفضل الصلاة والتسليم وعلى آله وصحبه وسلم يا رب العالمين يا باغي الخير هذا شهر مكرمة أقبل بصدق جزاك الله إحسانا أقبل بجود ولا تبخل بنافلة واجعل جبينك بالسجدات عنوانا أعطي الفرائض قدرا ولا تضرر بها واصدع بخير ورتل فيه قرآنا واحفظ لسانك إذا ما قلت عن لغط لا تجرح الصوم بالألفاظ نسيانا وصدق المال وابذل بعض أعطية لن ينقص المال لو أنفقت إحسانا وليلة القدر ما أدراك من نعم في ليلة قدرها ألف بدنيانا اللهم بلغنا هذه الليلة الفضيلة المباركة غير فاقدين ولا مفقودين يا رب العالمين تحية طيبة لكل أحبتنا المشاهدين أهلا وسهلا بكم وحياكم الله بحلقة جديدة لبرنامج محطات رمضانية الله يتقبل منكم الصيام والقيام وقراءة القرآن صيام مقبول وإفطار شهي إن شاء الله والله يتقبل منكم الطاعات أحبتنا المشاهدين في هذه الحلقة راح نتطرق إلى شاعر وقائد عسكري مغوار هذا الشاعر اللي وصلتنا أبياته وقد يجهل البعض إن هذه الأبيات اللي ما زلنا نرددها لغاية هذا اليوم تعود إلى هذه الشخصية الشعرية العسكرية الفذة فالذي يقول أقول وقد ناحت بقربي حمامة أيا جارة هل تشعرين بحالي معاذ الهوى ما ذقت طارقة النوى ولا خطر منك الهموم ببالي أتحمل محزن الفؤاد قوادم على غصن نائي المسافة عالي أيا جارة ما أنصف الدهر بيننا تعالي أقاسمك الهموم تعالي تعالي تري روحا ضعيفة تردد في جسم يعذب بالي أيضحك مأسور وتبكي طليقة ويسكت محزون ويندب سالي لقد كنت أولى منك في الدمع مقلة ولكن دمعي في الحوادث غالي كلتنا نعرف هذه الأبيات الجميلة التي أوصلتنا من صوت جميل للمرحوم ناظم الغزالي بصوته وتلك الأغنية المأثورة لكن القصد بأن هذه الأبيات هي تعود لأبو فراس الحمداني نتكلم عن هذه الشخصية أحبتنا المشاهدين عن أبو فراس هو الحارث بن سعد بن حمدان الحمداني التغلب الربيعي هو شاعر وقائد عسكري ابن عم سيف الدولة الحمدانية أمير الدولة الحمدانية آنذاك هو ابن عم أمير الدولة اللي كان سيف الدولة الحمداني هذه الدولة التي شملت شمال سوريا والعراق وكانت عاصمتها آنذاك حلب في القرن العاشر الميلادي عاصر المتنبي وأسر في إحدى المعارك التي قادوها الحمدانية ضد الروم أسر في تلك المعركة و سنتكلم عنها إن شاء الله لاحقا صاحب البيت الشهير الذي وصلنا وقد يغيب عن البعض إلى من يعود هذا البيت الشعر ديوان العرب أبداً و عنوان الأدب هو أيضاً هذا البيت الشعري الذي وصل لغاية هذا اليوم إلى مسامعنا يعود إلى أبو فراس الحمداني أشهر قصيدة لهذه الشخصية الشعرية الذي يقول فيها أراك عصي الدمع شيمتك الصبر أما للهوى نهي عليك ولا أمر بلا أنا مشتاق و عندي لوعة ولكن مثلي لا يذاع له سر إذا الليل أضواني بسطت يدي الهوى وأذللت دمعاً من خلائق الكبري تكاد تضيء النار بين جوانحي إذا هي أذكتها الصبابة والفكر فقد أسر في أحد الأيام عندما تكلمت سلفاً في معارك الروم أثناء معركة الحمدانية مع الروم سنة ثلاثمائة و سبعة و أربعين هجرية في مكان يعرف باسم مغارة الكحل و ثم أسره و نقله إلى منطقة خرشنة على الفرات و كان فيها للروم حصناً مليعاً كان مقر الروم أسروا في قرية مغارة الكحل و أخذوه إلى مكان محصاً حتى يضمنون عدم تهريبة أو عدم تحريرة من قبل الحمدانية فكانت المنطقة تدعى بخرشنة و هي محصنة و يمكث فيها الروم أثناء معاركهم لم يمكث في الأسر طويلاً من تأسر ما بقهواي يقال في رواية ثلاث سنوات و رواية أخرى أربع سنوات و اختلف في كيفية نجاته فمنهم من قال إن سيف الدولة الحمدانية افتداه و منهم من قال إنه استطاع الهروب عندما أخذ فرس و رمى نفسه مع الفرس من فوق هذه القرية المحصنة فهرب أما عن شعره فقد قال الصاحب بن عباد بدأ الشعر بملك و اختتم بملك و المقصود بها ابتدأ الشعر بملك بأمرء القيس و اختتم بملك ألا وهو أبو فراس الحمداني فكان أيضا أبو فراس الحمداني خلد أشعارا كثيرة و في احدى المفارقات و في احدى كتابته للاقصائد الشعرية أوصى ابنته أن تخلد هذه الأبيات على قبره و تكتب الأبيات على قبره فيقول بوصيته بتلك القصيدة التي أراد تخليده على القبر ابنتي لا تحزني كل الأنام إلى ذهابي ابنتي صبرا جميلا للجليل من المصاب نوحي علي بحسرة من خلف سترك و الحجاب قولي إذا ناديتني قولي إذا ناديتني و عييت عن رد الجواب زين الشباب أبو فراس لم يمتع بالشباب رحمه الله هذه الأبيات كانت وصية لأبو فراس الحمداني أن تخلد و تكتب على قبره و بالفعل رغم غزارة قصائد أبو فراس الحمداني إلا إنه كان لم يجمع أشعاره الذين كانوا يجمعون قصائده بدءا بابن خالويه و قد عاصر جميع قصائده و من ثم اهتم الثعالبي بجميع الروميات من شعره و قد تم ترجمتها في بعض قصائد أبو فراس الحمداني إلى اللغة الألمانية على يد المستشرق بني الورود هكذا كانت هي جزء بسيط من سيرة الشاعر و القائد العسكري المخضرن في الدولة الحمدانية أبو فراس الحمداني رحمه الله أحبتنا المشاهدين رح نبقى مستمرين و إياكم بهذه الحلقة نروح فاصل و نواصل خليكم يا أنا رمضان هل علينا بالخيرات يهدي لنا الآمال و البركات يحيي القلوب بهدي رب راحم و يمدنا بالنور و النفحات فيه الكتاب تنزلت أنواره هديا يضيء لنا بمحكم الآيات تحية طيبة مرة ثانية أحبتنا المشاهدين أهلا وسهلا بكم و حياكم الله قبل الفاصل اضطرقنا بشكل موجز عن سيرة شاعر مخضرم شاعر من فحول الشعراء من الدولة الحمدانية أبو فراس الحمداني الذي كان شاعرا مغوارا و قائدا باسلا في الدولة الحمدانية رحمه الله و ما خلد لنا من أشعار جميلة لغاية يومنا هذا و أبرزها التي وصلت إلى مسامعنا و ما زلنا نتداولها أيا جارة لو تشعرين بحالي معاذ الهوى ما ذقت طارقة النوى و إلى آخره من الأبيات الجميلة بهذه القصيدة أما بعد الفاصل أحبتنا المشاهدين فلا بد أن ننتقل إلى قصة مثل شعبي دارج عند أهلنا و عند أسلافنا فأكو دائما ما يقولون يجي بيها الحكمة بهذا المثل و يجي بيها النصح و يجي بيها الإرشاد أي بما معناه من قصة المثل اليوم قصة مثلنا عن حبل الكذب قصير حبل الكذب قصير أو حبل الكذب قصير دائما ما يدولوه في أهلنا و ناسنا في مجالسهم عندما يشوفون الطريق الضال أدما يشوفون المراوغة في الكلام فتجينا من بوابة النصح أو من بوابة التحذير أو من بوابة النهي عن الكذب بيقولون دائما حبل الكذب قصير أما قصة هذا المثل فهي ما جدت من فراغ و ما إجاء من وحي الخيال فلا بد أن تكون هناك قصة لهذا المثل و الذي يعود أصله إلى بغداد إلى مدينة بغداد هذا المثل خرج من مدينة بغداد يقولون قصة بدت مع تاجر غني كان إلى العشرات من الخدم في يوم من الأيام قام أحدهم بسرقة كيس من النقود يحتوي على ألف دينار من هذا التاجر الغني عند عشرة من الخدم و الله مفضل علي بأحد الأيام واحد من ذول العشرة قام وأخذ كيس من النقود يحتوي على ألف دينار فهم عشرة والظلم حرام الشن رح نعرف منه اللي قال أو منه اللي باقي النقود أكيد ما أحد يقولان اللي بكته خاصة هم خدم عند هذا التاجر و يعتبر سيدهم نعم فارتبك التاجر و راح يفكر بأيام وأسابيع بطريقة يستخرج الفلوس من هذا الحرامي اللي باقي وأكيد الحرامي من أهل الدار ما يجب من الشارع الحرامي واحد من ذول الخدم العشرة فلقى حيلة ذكية يقدر من خلالها كشف السارق إلى أن توصل إلى حيلة اللي هي أعطى كل خادم حبل هم مو عشرة كل واحد دزعلي على حدة تعال يا فلان هذا الحبل إليك روح الله وياه تعال يا فلان هذا الحبل إليك وصولا إلى الرقم عشرة من الخدم و أعطاهم كل واحد حبل و قال لهم خلوا عدكم و احتفظوا به بالتالي اللي سرق النقود راح يطول الحبل عنده عشرة سانتيمتر و الله كلهم خذوها و عقولهم على قدهم بسطة لا دارسين لا فاهمي فو الله تنعوا بالسارفة أخذ التسعة الأولانيين و الله هم بريئين قال أو إحنا لا بقنا ولا عدنا شيء كل من فكر ابنفسه قال جيب عمي خل ضمه دام أنا ما بقت ما راح يطول الحبل عشرة سانتيمتر نعم فأمرهم بالصباح التالي أنه يجوه ليامهم اللي باقي النقود اش سوى قال هس هذا الحبل راح يطول عشرة سانتيمتر أنا اللي بقت و راح أنكشف ش سوي راح أقص عشرة سانتيمتر حتى يبقى المقياس مات طبيعي من يطول يرجع السابق طول القديم من طانيات تاجر باليوم التالي كل واحد يتعالهم على حدة إجا الأول شافه عشرة سانتيم لقاحة قال لروح انت عليك الأمان إجا الثاني إجا الثالث إجا الرابع وصولا إلى العاشر وإذا ناقص عشرة سانتيمتر من طول الحبل وبهذه الحيلة الذكية اكتشف التاجر إنه هذا الخادم هو اللي قام بسرقة النقود فعلى هذا الأساس قالوا عننا حبل الكذب قصير هذا اللي كذب واللي قال أنا ما بقيت طلع حبله قصير وأكثر من ربعة وعلى هذا الأساس انطلق هذا المثل قبل الختامة حبتنا المشاهدين دائما ما ننوه عن أهل العطاء أهل الصدقات أهل الخير أهل اليد البيضاء أهل اليد الكريمة أهل اليد السخية بمساعدة المتعففين الذين حسبهم أغنياء من التعفف للي ما يدق بابخ ويقول له كاني محتاج لا بالله انت روح اسأل عنه وانت ان شاء الله أهل الخير وأهل العطاء كم من عزيز كان بين ربوعنا ومضى إلى رب كريم قبلنا هي هكذا الدنيا سبيل عابر سبحان من كتب الفناء على الدنيا نرجو الإله إذا وردنا وردهم أن يغفر الرحمن جمع ذنوبنا يا رب واقبل صومنا وصلاتنا وقيامنا وارحم بفضلك جمعنا اللهم كما بلغتنا شهر الصيام فاجعل عامه علينا من أبرك الأعوام وأيامه علينا من أسعد الأيام وتقبل منا يا ربنا الصيام والقيام اللهم لا تحرمنا من نبيك الشفاعة وآمن خوفنا يوم تقوم الساعة واجعل التقوى لنا أربح بضاعة ومتعنا بالنظر إلى وجهك الكريم هذا الدعاء لي ولسائر أحبتنا المشاهدين ولجمع المسلمين ولكل من قال آمين يا رب العالمين في الختام أحبتنا المشاهدين تقبلوا تحيات كادر العمل من على التصوير أثير العبيدي وأحمد هيثم وفي المونتير محمد هيثم وفي الإخراج الأساذ محمد خطاب وأنا محدثكم محمود اليدهيمة نلقاكم يوم غد إن كان في العمر بقية في أمان الله ترجمة نانسي قنقر